تتوقع شركة تايوان لتصنيع أشباه المصلات المحدودة عن خفاض أرباح الربع الثالث بمعدل 30% مع التركيز على مقدار النمو خلال العام المقبل ومن المقرر أن تعلن أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم عن أرباح صافية قدرها 6 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وبلغت إرادات الربع الثالث نحو 17 مليار دولار من خفاض مقداره 20% عن نفس الفترة من العام الماضي وساعدت طفرة الذكاء الاصطناعي في رفع أسعار أسهم الشركة الأكثر قيمة في آسيا حيث ارتفعت بمعدل 23% منذ بداية العام الحالي